مرحبا أنا ضوحة سعادة من فريق سمارت هلأ رح نحكي عن الـ Prime Numbers اللي هم الأعداد الأولية هلأ الـ Prime Numbers اللي هم الأعداد الأولية هي الأعداد التي تقبل القسمة على واحد وعلى نفسها فقط وتكون أكبر من واحد مثال عليها الـ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 وإلى آخره إذن الأعداد الأولية اللي هي الـ Prime Numbers هي الأعداد التي تقبل القسمة على واحد وعلى نفسها فقط وتكون أكبر من واحد وهي أمثلة عليها هلأ الـ Composite Numbers هي عبارة عن الأعداد المركبة والتي تقسم على أعداد أخرى هي أعداد المركبة والتي تقسم على أعداد أخرى هلأ مثال عليها اللي هي التمانية التمانية بتقبل القسمة على 2 وعلى نفسها وعلى واحد وتقبل القسمة كمان على أربعة فهي عدد مركبة بتقبل القسمة على أعداد أخرى نفس الأشي هدول الأعداد اللي هم العشرة والستة والأربعطاش وخمسة وعشرين والتسعة وأربعة وإلى آخره هلأ الـ Prime Factorization اللي هي عبارة عن تحليل الأعداد إلى العوامل الأولية إذن prime factorization هي عبارة عن تحليل الأعداد إلى العوامل الأولية هلأ مثلاً العشرة لو بدي أحليلها للعوامل الأولية هاي عشرة العشرة بتقبل القسمة على 2 عشرة على 2 عبارة عن 5 الخمسة بتقبل القسمة على نفسها لأنها هي عبارة عن prime number بعدين هون بضلعنا واحد فإذن العشرة التحليل لعواملها الأولية هي عبارة عن 2 ضرب 5 هلأ الأعداد الأولية هون التحليل للأعداد الأولية بدي أشوف أصغر أعداد أولية بتقبل القسمة على هاي الأعداد عشان أحللها للأعداد الأولية هلأ المثال اللي بعده اللي هو التمانية التمانية بتقبل القسمة على 2 رح تعطيني 4 والأربعة بتقبل القسمة على 2 وهون رح تعطيني 2 وتقبل القسمة على نفسها بضلع النواحد إذن الثمانية هي عبارة عن 2 في 2 في 2 2 في 2 في 2 اللي هي برضه بتساوي 2 قوة 3 2 تكعيب هلأ المثال اللي بعده اللي هو الخمستاش الخمستاش بتقبل القسمة على 3 15 تقسيم 3 بضل عندنا 5 5 5 1 إذن هون الخمستاش تحليل العوامل الأولية لإلها يبارة عن 3 ضرب 5 هلأ الثمانطاش الثمانطاش تقبل القسمة على 2 فيها 9 هون على 3 بضل فيها 3 على 3 1 فالعوامل الأولية لإلها عبارة عن 2 في 3 تربيع هلأ السبعة بتقبل القسمة بس على نفسها لأنه هي عبارة عن prime number وهون بضل عندنا تحليل العوامل الأولية للسبعة هي عبارة عن 7 برضه هلأ المية بتقبل القسمة على 2 بضل فيها 50 وهاي الخمسين بتقبل القسمة على 5 مثلاً بضل فيها 10 العشرة العشرة هي بتقبل القسمة على 2 بضل فيها 5 والخمسة بتقبل القسمة على نفسها لحديث ما نوصل للواحد فهدول هي تحت الأعداد الأولية أو التحليل للعوامل الأولية للمية اللي هي عبارة عن 2 تربيع ضرب 5 تربيع هلأ هون الجريتست كومون ديفايزور اللي هي عبارة عن الجي سي دي اللي هي القاسم المشترك الأكبر إذن الجي سي دي هي عبارة عن القاسم المشترك الأكبر هلأ هون بالجي سي دي بين 18 والمية أول إشي بدي أروح أشوف التحليل للعوامل الأولية تاعتهم هاي 18 وتحليلها للعوامل وهاي المية وتحليلها للعوامل هلأ بيحكي لي إنه في الجي سي دي اللي هي القاسم المشترك الأكبر بدي أخذ حاصل ضرب القيم المشتركة بالأس الأصغر بدي أخذ حاصل ضرب القيم المشتركة بالأس الأصغر يعني هون بعد ما إني أحللهم للعوامل اللي هي عبارة عن 2 في 3 تربيع اللي هي 18 والمية عبارة عن 2 تربيع في 5 تربيع بدي أشوف القيم المشتركة هون القيم المشتركة بالتحليل للعوامل الأولية لإلها هي عبارة عن 2 هون عندي 2 وهون عندي 2 تربيع بدي أخذ هاي القيمة المشتركة بالأس الأصغر اللي هي عبارة عن بس 2 هيك بكون طلعت الجي سي دي اللي هو القاسم المشترك الأكبر بين 18 والمية هلأ الجي سي دي بين 10 والمية هذه المية تحليلها للعوامل الأولية وهي العشرة تحليلها للعوامل الأولية العشرة عبارة عن 2 في 5 والمية عبارة عن 2 تربيع في 5 تربيع معناته هون بدي أخذ حاصل ضرب القيم المشتركة بالأس الأصغر هلأ هون القيم المشتركة عبارة عن 2 تربيع و 5 تربيع وهون 2 و 5 معناته القيم المشتركة بالأس الأصغر بدي أخذ هلأ 2 ضرب 5 هلأ 2 ضرب 5 هدول هون بدي أضربهم مع بعض فالناتج بالنهاية رح يصير عبارة عن 10 هلا هون في الآخر إشي اللي هي Multiple List Common اللي هي عبارة عن LCM اللي هي المضاعف المشترك الأصغر إذن LCM هي عبارة عن المضاعف المشترك الأصغر هلا هون LCM بين 10 وال15 هاي العشرة وهاي الخمستاش بدي أشوف المضاعف المشترك الأصغر بين 10 وال15 هلا هون بحكي لي في المضاعف المشترك الأصغر اللي هو LCM بدي حاصل ضرب القيم المشتركة بالأس الأكبر بالإضافة إلى باقي القيم الغير مشتركة جميعها يعني أول إشي بدي أروح أشوف الأعداد المشتركة بين العشرة وال15 أخذها بالأس الأكبر بعدين باقي القيم كاملة بدي أنزلهم يعني هون العشرة وال15 القيمة المشتركة هي عبارة عن 5 بس رح أاخذها بالإضافة هون لباقي القيم الغير مشتركة اللي هي هون بضلها 2 رح أنزلها ضرب 2 وكمان هون ضرب 3 وبطلع الناتج بيناتهم الجواب النهائي اللي هي هون 2 في 5 عبارة عن 10 10 في 3 الجواب هون رح يطلع 30 هلأ هون الـ L-C-M بين الثمانية والعشرة هون برضو هاي الثمانية اللي هي عبارة عن 2 تكعيب تمام والعشرة اللي هي 2 في 5 هلأ هون بدي أخذ في الـ L-C-M لإلها بدي أخذ حاصل ضرب القيم المشتركة بالأس الأكبر بالإضافة إلى باقي القيم الغير مشتركة جميعها هلأ بين الثمانية والعشرة ايش في الإش المشترك اللي هو الثنين بدي أخذه بالأس الأكبر هو عبارة عن 2 تكعيب ضرب باقي القيم الغير مشتركة اللي هي هون ما ضل عندي ولا قيمة هون بس ضل عندي قيمة الخمسة هلأ هون 2 قوة 3 هي عبارة عن 8 8 ضرب هون 5 الجواب النهائي لإيه لهم عبارة عن 40 تنعين الآن هي كما لا أفعل